استقامة ثلاثة أرسالة كلها ما تصل فيما بينهما استقامة في الاعتقاد استقامة القلب واستقامة اللسان تحفظ قلبك وجوارحك من كل ما يؤذي إيمانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الأمين سيد الأولين والآخرين أهلا وسهلا بكم متابعين في كل مكان أنا حمد الوسمي وأنتم تتابعون برنامج تدويحة من إنتاج شبكة أربعة للبودكاست حلقتنا اليوم تتكلم عن الاستقامة والثبات عليها قال تعالى في كتابه الكريم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعب إنه بما تعملون بصير وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون فما هي الاستقامة وكيف تتحقق وما هي شروطها حتى ننال بها الجزاء الموعود الاستقامة تطبيق شرع الله كما أمر سبحانه في كتابه وكما أخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أوامر ونواهي فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه نستنبط من هذه الكلمات الجامعة أن للاستقامة ثلاثة أركان كلها متصلة فيما بينهما استقامة في الاعتقاد واستقامة القلب واستقامة اللسان تحفظ قلبك من كل ما يدنس من معتقدات وجوارحك من كل ما يؤذي إيمانك ولا تقول إلا خير تفعل ما أمرك الله به وتتقيه وتنفر عن ما نهاك الله عنه لكن إذا حقق المر هذه الشروط ماذا سيكون جزاؤه قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله إيمانا واعتقادا ثم استقاموا تطبيقا وعملا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أمان من الله وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بشرا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة رعاية من عز وجل ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون عطاء منه سبحانه نزلا من غفور الرحيم كرم الله علينا هذا عطايا الله سبحانه على عباده برغم تقصيرهم زلاتهم خطأهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث نقله أبو هريرا رضي الله عنه قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل بمعنى استقيموا بغير غلو ولا تقصير وعلى الإنسان أن لا يغتر بعمله لأنه لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة منه سبحانه ومما يروى أن رجلا كان يعبد الله أربعين سنة ثم مات فبعثها الله فقال له أتريد أن تدخل الجنة برحمتي أم بعملك قال بعملي فجئ بالنزان ووضع عمله في كفة ونعمة واحدة فقط وهي نعمة البصر في كفة أخرى فرجحت نعمة البصر أمام عمل ذلك الرجل أربعين سنة فنادى الله أن يرب برحمتك وقد يغتر البعض منه ويتآله على الله فلان كافر فلان عاصي فلان ما رح يدخل الجنة فلان ما رح يرحمه وكأنه يملك خزاء الرحمة الله سبحانه وما يدري أن مقلب القلوب يملك أن يغير الأحوال ولولا سترة لما استقام في عيون الناس أحد كما ورد في قصة الرجلان عن أبي داود هذه القصة العجيبة كان الرجلان في بني إسرائيل متواخين فكان أحدهما يذنب والآخر مشتهد في العبادة فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبة فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادر فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال الآخر اذهبوا به إلى النار في حديث آخر لابن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث العجيب جدا إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها فنسأل الله ثبات على دينه الحنيف حتى نلقاه وعلى نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا سبحانه أمه وسط فلا نشاد في الدين فنسأم ويشق علينا ويسأم الناس مننا ولا نفرط ونقصر في الأوامر ونفعل النواهي فيستهوين الشيطان في حفرته والعياذ بالله وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة الغدوة أول النهار والروحة آخرة والدلجة ظلمة الليل في الختام نذكر حديث جابر رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صراته قصدا وخطبته قصدا بمعنى قصدا يعني وسطا بين الطول والقصر صلى الله على رسول الله الرحمة المهداة فاللهم معية رسولك وحبه وصحبة في جنتك وشفاعة يوم القيامة لنا جميعا وإلى هنا انتهت تربيحتنا لهذا اليوم تظرونا في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته